اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في اعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الاسيوية والذي عقد في مدينة باكو عاصمة جمهورية اذربيجان نعم وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باكو سعادة النائب احمد السلوم رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في الاجتماع سعادة النائب بداية نرحب بك وهل لك ان تطلعنا على اهم القرارات التي تم تبنيها خلال الاجتماع وايضا ما دور الوفد في مناقشة مشروع قرار حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين في قارة اسيا اسعد الله وقاتكم جميعا في الحقيقة مشاركة وفد الشعب البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الاسيوية يعني كان له دور فعال ومحوري وتم من خلاله مناقشة 16 موضوع تم طرحها على اجندة الاجتماعات وكانت هناك العديد من المواضيع اللي كان لمملكة البحرين طبعا يكون لها رأي مع دول مجلس التعاون وهو مشروع قرار حماية وتعزيز حقوق العمال والمهاجرين في اسيا حيث تمكننا بتعاوننا مع الاشقاء في دول مجلس التعاون من ايقاف اعتماد هذا المشروع الذي يهدف الى التوطين العمالة في البلدان التي يقنون فيها مدة طويلة وتم تأكيد ان في اي بلد اسيا يجب ان تحصل على حقوقها التعاقدية كاملة مع ضمان البلاد المضيفة لحمايتهم وفقا ما نصت عليه القوانين الدولية ومبادر حقوق الانسان ومن اهميتها احترام صيادة الدولة وقوانينها ولله الحمد الجميع تفهم وجهة نظر مملكة البحرين مع دول مجلس التعاون وتم ايقافه وتم تكريف مملكة البحرين مع دول مجلس التعاون باعادة صياغته وتقديمه في الاجتماع القادم على شكل يعني يكون مقبول من الجميع ومع المحافظة على المضادئ الاساسية للعمال الوافدة بما يتماشى مع مواثيق حقوق الانسان وكذلك تم اقرار انشاء لجنة خاصة للنساء البرلمانيات في الجمعية وحيث ايده وفد مملكة البحرين هذه اللجنة ودعمها وفضلا على ان يكون لنا دور في مساندة جهود الدولية لنهوض بواقع المرأة وتمكينها من قيام بدورها الى جانب الرجل وانا في وجهة نظري اعتقد ان هذه التوصيات التي تم الاتفاق عليها ستكون ان شاء الله محل قبول في الاجتماع القادم في الجمعية الاسيوية حيث تتم التصويت على الصياغة النهائية ويتم اعتمادها بشكل نهائي اذا من باكو سعادة النائب احمد السلوم رئيس وفد الشعب البرلماني المشارك في الاجتماع شكرا جزيلا لك 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 اشتركوا في القناة